انتهى العمر التقاعدي مال كفاح حسن جبار انتهى عمر التقاعد لازم يطلع تقاعد صار اتفاق ويا هذا اللي يدمر الخطوط هذا اللي باج الخطوط هذا منفاس الفساد للهامة للهامة غرقان بيها قل له لنا نجدد لك سنة تقاعدية اخرى بس بشرط توقع اتفاقية الخدمات الارضية شنو يعني اتفاقية الخدمات الارضية هاي طامة كبرى هاي طامة كبرى الخدمات الارضية طامة كبرى شركة بريطانية باوع عليها باوع اهنان احنا نقول بريطانية 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 وبريطانية ما لها دخل بريطانية ما لها دخل ما لها دخل كلهم عراقيين يحبلون جنسيات بريطانية الى كانت شيركم وإذا كانت جي فور اس وإذا كانت مينسج وإذا كانت بمسير كلهم عراقي ما كو ولا بريطاني ولا تحمل جوازات بريطانية لحظة 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 نانا تجي يمي وتعدد لي فد اسمين ثلاثة من أهم الأسماء البريطانية لهذه الشركات أستاذ قحطان لحد الآن خمس قضايا كيدية واني بالغربة صار لي سنة ونوص مطاب بالعراق سنة ونوص صار لي مطاب بالعراق وشن المشكلة وخمس أوامر قبض وهس من راح أترح لك الأسماء اي عندك أدلة لو ما عندك عندك أدلة لو ما عندك طبعا خلص بعد ليش دا تتحذر من عندهم مو أتحذر انا دا زيت لك التهديدات من رقم بريطاني رقم بريطاني لي والأصدقاء بتعدوا أقول لك أقول لك أستاذ ماجد أنا لما انعرضت الأسماء حشيت وقلت فلان وفلان اي جبت أسماء لو ما جبت انت شفت الفيديوهات جبت انت هسا دا تقول دا تقول الشركات البريطانية بالخطوط الجوية العراقية كمام وموقع عقود على أساس أنه هي شركة بريطانية لكن كل اللي موجودين ويديون هاي الشركات هم عراقيين مجنسين بريطانيا بريطانيا ما لها علاقة نعم من وذولة؟ اذكر لي ولا اسمين؟ نعم أطيك سعد الخفاجي شيش تغل سعد الخفاجي؟ سعد الخفاجي من جي فور أس المينسي سلمات سيال هذا كلش كافي الاسم الثاني بعد أضرب هذا هو الاسم طلع الملف مال الخدمات الأرضية الخدمات الأرضية الشنية ليش؟ أستاذ قحطان خليوا يسمعون العراقيين وزارة النفوط تضطي الوقود شركة الخطوط الجوية شركة الخطوط الجوية العراقية عمرها مصير شركة خاسرة عمرها مصير شركة خاسرة شركة خاسرة يا معود أستاذ قحطان شوف المؤامرة شوف المؤامرة وحكم عليها شركة خاسرة طياراتك كلها موديلات 2015 وصاحب 2015 2016 2017 ما عندك كتها طيارات موديل 2000 وجو 2000 مين عطل لنظن الطيارات اشتركوا في القناة